ثم أثناء البث يطلبون الدعم من المتابعين فهؤلاء المتابعون يعطونهم رموزاً لكن إن كان يقدم محتوى تافهاً محتوى فيه ميوعة فيه يعني شيء من الفحش هذا الغرف يجتمع فيها الشباب مع البنات النساء مع الرجال وتقدم فيها يقدم فيها يعني كل قبيح تيك توك ويوتيوب فيسبوك وتليجرام برامج وتطبيقات أضحت وسيلة ربحية للكثير من الناس وصارت تدر آلاف الدولارات لأصحابها ومرتاديها والمهتمين بها فما حكم كسب المال من خلال وسائل التواصل والتطبيقات الإلكترونية وما حكم جمع المال عن طريق البث المباشر عبر تيك توك وما حكم جمع الكوينزات من مجموعات الدردشة وغرف الشات في هذه الحلقة من برنامج درهم ودينار نتعرف على أحكام الكسب الإلكتروني من خلال استضافة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو المتخصص في المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية أهلا وسلم بكم دكتور أهلا وسلم حياكم الله أحسن الله إليكم وإليكم أخي الكريم دكتورنا الفاضل مواقع التواصل والتطبيقات الإلكترونية أصبح الناس لا يتخلون عنها فبعد ثورة الإنترنت الكبرى صارت المواقع التواصل الإلكترونية داخل في كل المجالات فهنا حتى صارت وسيلة للربح لكثير من الناس وبعض الناس أصبح ثريا من خلالها فكيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه اللهم أغلنا بحلائك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك هذه البرامج والتطبيقات المنتشرة بين أيدي الناس والتي عمت بها البلوة وصارت حديث الشارعي كل يوم وفي كل بيت وفي كل مكان أصبحت كما ذكرت واقعا مفروضا على الناس وفي الجملة الشريعة الإسلامية تواكب دائما هي شريعة دائمة باقية وإلى يوم الدين فالشريعة تنظر إلى هذه التطبيقات وهذه البرامج والتربح منها نظرتها إلى العمل التجاري بشكل عام والكسب بشكل عام فالشريعة نصت على أن كسب المال والتربح من أي وسيلة أو من أي تجارة ينبغي أن يكون هذا الكسب قائما على أساس التجارة الحلال والاستعمال المباح بعيدا عن المحظورات الشرعية بعيدا عن الغش بعيدا عن التدليس بعيدا عن المقامرة بعيدا عن الربا فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذا أساس في المهاملات وفي الربح وقد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا فإن كانت هذه التطبيقات في الجملة وفي التفصيل تلتزم أحكام الشريعة الإسلامية قائمة على أصول شرعية لا تحتوي على الفسوق والفجور ونشر الرذيلة ونشر المقاطع المحرمة والترويج للخمور أو الترويج للربا واستعمال وسائل محرمة في الدعاية أو اتخاذ هذه التطبيقات وسيلة لنشر الموسيقى والغناء والتعري ففي الجملة إن لم تكن بهذه الصورة خلت من المحظورات في الجملة فيعني التكسب منها وأخذ المال يكون إن شاء الله حلالا حلالا مباحا لصاحبه دكتور بعض الأشخاص يقومون ببث مباشر على التيك توك يقومون بتقديم الحلوة أو الخبز لبعض الأطفال ثم أثناء البث يطلبون الدعم من المتابعين فهؤلاء المتابعون يعطونهم رموزا وهذه الرموز في نهايتها تصرف مالا وتكون لصالح من؟ لصالح صاحب البث والشركة تقطع الجزء الأكبر من هذا الربح فما حكم هذه الصورة وما حكم المال المكتسب من خلالها في الحقيقة هذه الصورة منتشرة بسألت البث المباشر على التيك توك صارت حقيقتان موضة بحيث كل من يريد جمع المال فيلجأ إلى هذه الصورة يأتي بكمية من الخبز ويقوم توزيعها للأطفال حتى تقدم له الرموز ويحصل منها على المال هذه الصورة تدخل في حكم التسول وسؤال الناس من المال هذا في هذه الطريقة الذي يخرج على الشاشة ويطلب من الناس الدعم يقدمون له الرموز هذه صورة من صور التسول وصورة من صور يعني أخذ المال من الناس والتسول وسؤال الناس لا يجوز لمن كان عنده ما يكفيه من مال لا يجوز له أن يسأل الناس أن يعطوه من المال لأنه لا تحل المسألة إلا لأحاديث ثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام رجل أصابته فاقى رجل أصابته جائحة رجل تحمل حمالة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قميصة بن مخارق رضي الله عنه أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يسأل الناس أعطوني من الأموال إلا إن كان فقيرا أو كانت عنده جائحة اشتاحت ماله أو تحمل حمالة لكن الملاحظ أن الذي صارت يعني شبه الموضة حتى النساء صرنا يخرجنا على البث المباشر ويخضعنا بالقول والمرأة تذكر أنها عندها أطفال وأيتام وتسكن في الخيام ثم يقدم لها الأغنياء والأثرياء وبعض التافيهين يقدمون لها هذه الرموز كي تبع فأقول هذه الطريقة في جمع المال يعني طريقة غير شرعية وغير سليمة فيها تسول وفيها سؤال الناس أن يعطونها من الأموال خاصة إذا كان الذي يظهر على البث المباشر من النساء فلا بد من أن تخطع بالقول وتليني الكلام حتى تقدم لها الأموال فضلا عن وجود ملاحظة مهمة أن ما يقدم من رموز هذه الرموز التي تقدم أموال تقوم شركة تيك توك بخصم الجزء الأكبر يعني المدعوم الأكبر أو المستفيد الأكبر من هذه الرموز هو الشركة تأخذ أكثر من ستين بالمئة ستين بالمئة تأخذ من هذه الإرادات وهناك أيضا مبالغ تقطع حتى يصل المال يصل إلى هذا المتسول حوالي الثلث يعني ثلاثين أو أكثر بقليل أو أقل يصل فقط من مجموع ما يأتي من هذه الرموز أيضا هذا فيه إضاعة المال فيه إضاعة المال وفيه إصراف وتبذير هذا الذي يقدم المال أيضا يقع في الإصراف والتبذير وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لذلك لا أرى هذه الطريقة صورة أو طريقة شرعية لجمع المال عبر هذا البث المباشر الذي ذكرته بارك الله فيكم وفيكم وتابعيني الكرام نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بالعودة إليكم متابعين الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو نتكلم عن أحكام الكسب الكتروني أحسن الله إليكم دكتور دكتور من المعلوم أن منصات التواصل الاجتماعي المشهورة كاليوتيوب والتويتر مثلا إذا حقق صاحب الحساب عددا كبيرا من المشاهدات والمتابعين يعطونه أموالا على هذه المتابعات وهذه المشاهدات فما حكم التكسب من هذه البرامج؟ في الحقيقة ينظر هنا كما بيّنت في بداية الحلقة إلى نوع المحتوى الذي يقدمه هذا الشخص إذا كان يقدم محتوى إسلاميا أو محتوى علميا مباحا خاليا من المنكرات خاليا من الميوعات خاليا من كشف العورات وخاليا من الدعاية للأمور المنكرة فنقول أخذ المال وما تقدمه له هذه الشركات يكون مباحا أنا أقدم محتوى علميا من دروس شرعية حتى لو كان عبارة عن معلومات عن الأمور في الحياة أو معلومات عن مسائل في التكنولوجيا فإن كان يستفيد من خلال هذه التقدمات المعلومات يستفيد نعم من إرادات هذه المشاهدات فلا بأس إن شاء الله لكن إن كان يقدم محتوى تافها محتوى فيه ميوع فيه يعني شيء من الفحش وشيء من المنكر فهذا لا يجوز أن يأخذ عليه مالا بهذه الطريقة لأن في ذلك يكون الكسب خبيثا وعليه بالله دكتور كثر الحديث عن ما يسمى بالكوينزات التي تمنح في غرف الدردشة كيلشات وأخواتها وغير ذلك فهذه الكوينزات تحول إلى دولارات يستفيد منها أصحاب الألعاب أو غير ذلك فما حكم هذا العمل؟ يعني كما ذكرت هذه غرف الدردشة في الحقيقة يلشات وهلشات وصارت يعني بالعشرات بل بالمئات أو الألاف هذه الغرف حقيقة لو ننظر إلى حقيقتها هذه الغرف يجتمع فيها الشباب مع البنات النساء مع الرجال وتقدم فيها يقدم فيها يعني كل قبيح نكون صريحين في هذا الموضوع قليل يعني قليل نقول أن هذه الغرف هل فيها فائدة؟ لا ليس فيها فائدة إلا جمع الكوينزات جمع النقاط جمع الهدايا جمع هذه التي يقدمها الأثرياء أو التافهون يقدمون بعض الهدايا بشكل رموز وكيف يحصل عليها كيف يحصل عليها المشترك يحصل عليها بتقديم أي مادة أو أي محتوى ولو كان المحتوى تافه بأغنية بمشاركة بكلام ولو كان الكلام تافه المهم أن الجو والبيئة الحقيقية لغرف الدردشة هي بيئة موبوءة بالمنكرات موبوءة بالاختلاط بالميوعات من خلال هذه المشاركات في هذه البيئة يمنح الشخص المشارك هذه الكوينزات ثم يقوم بجمعها يعني كنقاط مثلا أو نقاط يقوم ببيعها والحصول على المال وابتالي نقول له لا يحل لمسلم شريف كريم ذي مرؤة أن يدخل في هذه الأجواء الموبوءة ولا يجوز له أن يسمح لأخته أو لزوجته أو لبنته أن تدخل في ضمن هذه الأجواء لأنه كما ذكرت اختلاط باختلاط وفيها يختلط الحابل بالنابل وفي النتيجة هي عبارة عن بضع الدولارات يأخذها الرجل بطريقة غير شرعية فهي مال خبيث لا يبارك الله فيه دكتور مسألة هامة جدا وهي يلجأ إليها بعض أصحاب المواقع مواقع التواصل الاجتماعي فمثلا شخص أنشأ صفحة حديثة أو عنده صفحة ويريد أن يطورها بتكثير عدد المتابعين وتكثير عدد المشاهدات فيقوم بعمل مسابقة هذه المسابقة يقول فيها مثلا الذي يتفاعل أكثر شيء له هدية أو الذي يشارك المنشور مثلا مع عشرة أشخاص يدخل في السحب على جائزة كبيرة مثلا فما حكم الشرعي في هذا أي مسابقة قمارية لا أرى جوازها هذه المشاركة مسابقة قمارية لأنه الذي ليس هناك حد ضابط ليس هناك ضابط للمشاركة هو سيعطي الجائزة لمن يشارك أكثر وغير معلوم قد يشارك شخص بألف مشاركة ولا يحصل على شيء وقد شخص يشارك بألف وخمسمائة مشاركة ولا يحصل على شيء فهذه الصورة من الترويج للصفحات الترجيج للمواقع يعني يسلكون فيها صورا ويدخلون الناس بالقمار ويدخلون الناس بالميسر عن طريق هذه المسابقات القمارية يعني هي بدعة شيطانية بدعة شيطانية ووسيلة لإطعام الناس الحرام وأكلهم وهذه المسابقات وقد قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهذه المسابقات بذل العوض فيها وتقديم المال ينبغي أن يكون في شيء علمي في شيء شرعي فيما يفيد الإسلام ويفيد المسلمين أيضا دكتور مسألة هامة جدا هي مسألة بيع وشراء المتابعين أصبح متاحا الآن كذلك بيع وشراء المشاهدات والمشاركات على الصفحات أو غير ذلك لأغراض متعددة إما لدعم الصفحة أو لغير ذلك ما حكم الشرع في هذا؟ هو شراء المتابعين هذه الصرعة الجديدة مسألة أن يكثر للإنسان أعداد الأعضاء في صفحته أو أعداد المتابعين في قناته يعني هو تكثير في غالبيه وهمي فهذه الأعداد الملاحظة عليها أنها أعداد وهمية سرعان ما تزول فقط الغاية منها هو خداع الناس وخداع المتابعين أن هذه الصفحة وهذه القناة لها أهمية كبيرة لكن تظنظر أنها مجرد أرقام رقم متضخم ولا فائدة منه وقد قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور هذا فيه تشبع بما لم يعطى هذا المتشبع لذلك اللجوء إلى هذه الطريقة السخيفة وطريقة السمجة التي لا تفيد إلا الاغترار والتغرير ويعني إهام الناس بزيادة العداد وزيادة الأرقام لا أرى فائدة منها شرعية ترتجى وإنما مجرد بدل المال وإضاعة المال وقد قال في الجاء في الحديث أن الله كريه لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إذن هذه الطريقة فيها إضاعة للمال وفيها إيهام وتغرير وفيها مخادعة وقد قال عليه الصلاة والسلام الخضيعة في النار جزاكم الله خيرا دكتور وإياكم أخي الكريم إلى هنا متابعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم انتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم درهم الودي نار دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته